الفارس المزدوج الجزء الخامس والأخير ها هو دا شجر التنوب يشبه أطيافا تمسد أدريعته الكتيفة محملة بمفارش بيضاء من التلج وزن التلج يحني الأغصان الأقل نطجا والأكتر مرونة تبدو كما لو كانت جذوعا في الضيئة يسكن الرعب الأسود في هذه الغابة حيث أن الصخور تتخذ أشكالا رهيبة وحيث أن كل شجرة بجذورها تبدو كما لو أنها عند أقدامها يحترق عش تنانين مشللة ولكن ألف لم يكن يعرف معنى الخوف يضيق الطريق أكتر فأكتر تتقاطع أغصان شجر التنوب البائسة بشكل معقد لا يمكن تفرقته قليلا ما تسمح بمرور أشعة الضوء عبرها لترى سلسلة التلال المتلجة التي تفترق على شكل تموجات بيضاء فوق السماء السوداء المملة لحسن الحب موبس هو حصان قوي قادر على حبل أودين العملاق حتى لا عقبة توقفه يقفز فوق السخور يقفز فوق البركة يمتد فوق الحفر ومن حين لآخر يقتلع الحصى الذي تحطمه حوافره تحت التلج منتجا شرارات تنطفئ فورا بعدها ملاحظة أودين هو كبير الآلهة في الميتولوجيا النوردية وملكهم يدعى أيضا بأب الآلهة وهو مشهور أيضا بأبنائه تور نصف الإله ذو مطرقة البرق وابنه الآخر لوكي المشهور بحيانه ومقالبه إن كنتم من عشاق أفلام مارفل وشاهدتم فيلم تور أو أحد أفلام أفنجرز فسوف تعرفون من هو تور وأودين ولوكي هناك أيضا أسطورة النوردية عن نهاية العالم أو الراجناروك تقول أنه من آخر علامات نهاية العالم هو تحرر الدئب العملاق في نرير ليقتل الآلهة في فالهالا أو الجنة عند النورديين إن كنتم تتذكرون فقد سبق أن ذكرنا اسم فينرس وهو يشبه لإسم فينرير وهو اسم أحد كلاب أولوف بسبب كبر حجمه شبهه أولوف بفنرير الدئب ملتهم الآلهة هيا يا موبس تشجع ليس عليك سوى عبور هذا السهل الصغير وغابة أشجار القضبان الفضية يد جميلة ستربت بلطف عنقك الحريري وفي إسطبل دافئ ستأكل الشعير المقشر والشوفان حتى تشبع ياله من مشهد جداب غابة القضبان الفضية هذه جميع الفروع مغطات بحشوة من الصقيع ترتسم تفرعات صغيرة جدا وبيضاء في ظلمة الجو كما لو أنها كانت سلة كبيرة من العلامات المائية من مرجان مشبع من الفضة كهف بجميع نوازله بتشعباته وظهوره الغريبة ذات هلام ينصق نوافذ لا تسمح برسومات معقدة ومتنوعة كثيرا ملاحظة نوازل الكهوف هي تكونات معدنية طبيعية متدلية من أسقف الكهوف الرطبة كما توضح هذه الصورة لورد أولوف كم تأخرت علي خفت أن يكون قد عارض طريقك دب الجبل أو أن جنيات الألف قد دعوك للرقص قالت له السيدة الشابة النبيلة وهي تحته على جلوس على كرسي من خشب البلوط داخل المدفأة لكن لماذا أتيت لموعدنا الغرامي برفقة شخص آخر هل أنت خائف من عبور الغابة بمفردك ملاحظة جنيات الألف هي كائنات أسطورية محبة للطبيعة يتميزون بمظهرهم فائق الجمال وهم يعيشون في الغابات ويعتبرون خالدين ولديهم قدرات سحرية وهم مختلفون جسديا عن البشر بآذانهم المدببة وأجسامهم الرشيقة وفي بعض الأساطير لديهم أجنحة عن أي رفيق تتحدثين يا ظهرة روحي قال لها ألف متفاجئا بشدة مما قالته السيدة الشابة عن الفارسة للنجمة الحمراء الذي دائما تحضره معك والذي ولد بنظرة المغني البوهيمي تلك الروح المشؤومة التي تسكنك إن لم تهزم الفارسة للنجمة الحمراء لن أسمع كلمات حبك بعد الآن لا أستطيع أن أكون مرأة رجلين في نفس الوقت قال ألف كل شيء وفعل كل شيء في مستطاعه لا يمكنه أن يمد يده ببساطة ليقبل الأصبع الصغير الوردية بيد بريندا رجل تعيس للغاية وعازم على قسال الفارس للنجمة الحمراء إن استطاع لقاءها بالرغم من الاستقبال القاسي الذي لاقته به بريندا عاد ألف في اليوم الموالي ليسلك الطريق نحو القلعة ذات الأبراج على شكل قنينات الفلفل فالعشاق لا يمتعدون بسهولة يقول لنفسه وهو يشق طريقه بريندا هي بدون شك الحنقاء وماذا تغني ترى بالفارس للنجمة الحمراء كانت العاصفة من أكثر العواصف عنفا تساقطت التلوج وصار من الصعب التمييز بين الأرض والسماء بالرغم من نباح فينرس ومورغ فإن دوامة من الغربان كانت تقفز في الهواء لإمساكهم تلتف بشكل مخيف فوق جسم أولوف وكان يقودهم الغراب البراق الذي يلمع مثل حجر الكهرمان والذي كان يضرب الإيقاع بمنقاره فوق كتف المغني البوهيمي وقف فينرس ومورغ فجأة تتحرك مناخير أنفهم لتجتمى الهواء بقلق يشعرون بوجود عدو ليس دئبا وليس تعلبا فالذيب والتعلب لن يشكل سوى لقمة صغيرة بالنسبة للكلاب الشجاعة يسمع صوت ضجة تقترب وقريبا يظهر فارس في مختصر الطريق راكب فوق حصان كبير الحجم ومتبوع بكلبين ضخمين لو رأيته قد تعتقد أنه أولوف كان مسلحا بطريقة مماثلة ومرتديا معطفا عتيقا بنفس شعار النبالة الفرق الوحيد أنه كان يلبس خودة ذات ريش أحضر عوض الريش الأخضر كانت الطريقة ضيقة لدرجة أنه صار ينبغي على أحد الفارسين التراجع لورد أولوف تراجع لأستطيع المرور قال الفارس دلوجه المكشوف عبر قناع الخودة المزال فالصفر الذي أقوم به هو صفر طويل جدا إنهم بانتظاري علي أن أصل أقسم بشارب أبي أنك أنت من ستتراجع أنا ذاهب إلى موعد غرامي والعشاق دائما مستعجلون أجابه أولوف واضعا يده على قبضة سيفه سحب الرجل المجهول سيفه وبدأت المعركة إنهالت السيوف على الفولاذ جاعلة بدورا من الشرر المتلألئي الماء وبعدها وبالرغم من سمك السيفين الكبيرين فإنها كانت تقطع كالمناشير وسط المخار المتصاعد من أفواه حصانهما وضباب تنفس الفارسين اللاهتين يبدو المحاربان مثل حدادين أسودين منكبين على العمل في نار حمراء كانت الأحصنة تتحرك بنفس غضب صاحبيها وتعد قدمات كبيرة من أعلق بعضها المليئة بالعروق وتزيل أطرافا من صدورها كانت تتحرك بحركات سريعة وغاضبة وقفة على حوافرها الخلفية مستخدمة قوائمها كقبضات مغلقة كانت تتلقى كذمات رهيبة بينما فرسالها يتعاركون بشدة فوق رؤوسها أما الكلاب فلم تكن سوى قدمة صغيرة ونباح تتدفق قطرات الدم عبر حراش في درعه وتسقط دافئة فوق التنج خالقة تقوبا صغيرة ورضية وبعد لحظات قليلة صارت مثل الغربال كثير من القطرات تسقط بشكل دائم وسريع كان كلا الفارسين مجروحا الغريب في الأمر أن أولوف كان يشعر بالضربات التي يسببها للفارس المجهول كان يعاني من الجروح التي سببها وأيضا من التي يتلقاها شعار ببرد شديد في صدره مثل سيف حديدين يدخل صدره باحثا عن قلبه ورغم ذلك فإن الدرع العلوية لم تكن مخترقة في مكان قلبه جرحه الوحيد كانت ضربة في جلد دراعه الأيمن نزال فريد حيث أن الرابح عانى نفس جروح خاسر حيث أن التسبب في الجروح وتلقيها كان يعود إلى نفس الشيء استجمع أولوف قواه وركل بحدائه الخودة البشعة من وجه خصمه يا إلهي ما الذي يراه ابن إدوجو لودبرغ يرى نفسه أمام نفسه المرآة قد تكون أقل تشابها لقد تعارك مع طيف نفسه مع الفارس دي النجمة الحمراء صرخ الشبح صرخة عالية ثم اختفى صعدت دوامة الغربان إلى السماء وأكمل أولوف الشجاع طريقه عائدا في المساء إلى قلعته حاملا السيدة الشابة خلفه والتي وافقت هذه المرة على سماعه لم يعود للفارس دي النجمة الحمراء وجود ولهذا قررت قول كلمات وعد من شفاهها الوردية على قلب أولوف وعد قد كلف حياءها كثيرا كانت تلك الليلة واضحة وزرقاء رفع أولوف رأسه ليبحث عن نجمته المزدوجة ليريها لخطيبته فلم يجد سوى الخضراء اختفت الحمراء كانت بريندا سعيدة بهذه المعجزة التي نسبت تحققها إلى الحب وهي تدخل القلعة أخبرت الشاب أولوف أنها لاحظت أن سواد عينيه تغير إلى اللون الأزرق علامة على تصالح سماوي يبتسم العجوز لودبروك بارتياح تحت شاربه الأبيض داخل قبره لأنه في الحقيقة بالرغم من أنه لم يشهد أي شيء إلا أن عيون أولوف كانت تجعله يشك أحيانا إن كان حقا ابنه صار شبح إيدويس سعيدا للغاية لأن ابن النبيلي لودبروك أخيرا تغلب على التأثير الشرير للعين البرتقالية الخاصة بالغراب الأسود والنجمة الحمراء لقد دمر هذا الرجل الإنكوبوس ملاحظة الإنكوبوس ومؤنته السكوبوس وجمعه المذكر الإنكوبي وجمعه المؤنت السكوبي وهو شيطان يتخذ شكل رجل يغوي النساء في منامهم ليتغذى على طاقتهم الجنسية هذه القصة ترين أن لحظة واحدة من الغفلة أو حتى نظرة بريئة قد يكون لها تأثير كبير أيتها النساء الشابات لا ترمقوا بأعينكم المغنيين البوهيميين الذين يلقون أشعارا مسكرة وشيطانية أنتن أيتها الفتيات الشابات لا تتقوا سوى بالنجمة الخضراء وأنتم يا من ساء حظكم وصرتم مزدوجين حاربوا بشجاعة عليكم أن تضربوا نفسكم بنفسكم وأن تجرحوا نفسكم بسيفكم الخاص تجرحوا خصمكم الداخلي الفارس الشرير إن تساءلتم من أحضر لنا هذه الأسطورة من النرويج فالجواب هو إوزة طائر جميل دومنقار أصفر عبر وادي فيورد النرويجي سبحا نصف الطريق وطائرا نصف الآخر هكذا قد نكون قد وصلنا إلى نهاية قصتنا في رواية الفارس المزدوج أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم وأن تكون قد استفدتم من ترجمتي ومن شرحي لهذه القصة أتمنى أن لا تبخلوا عني أصدقائي بدغط زر إعجاب وبمتابعة قناتي شكرا ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله إلى دقاء